ونخص منها بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس وهي سلسلة قد بدأنا فيها منذ مدة نركز على أخطاء يقع فيها الناس في عباداتهم ومعاملاتهم قد بدأنا بالصلاة ونستكمل بحث الزكاة من هذه الأمور مقدار النصاب مقدار النصاب الذي إذا ملكه الإنسان وجب عليه أن يدفع زكاة هذا أمر مختلف فيه فلا أستطيع أن أقول إن من يقول بقول غير الذي أنقله الآن مخطئ أو مبتعد عن الصواب ولكن أقول وهذا اجتهادي وكل من يبذل جهده يظن أن ما يبذله هو الأقرب للصواب نعم ولكن ما سأنقله لكم قد يكون يعني بعيدا عن معرفة كثيرين لذلك أرجو التركيز عليه ما مقدار النصاب الذي إذا ملكته كإنسان وجب علي إخراج الزكاة في الشرع الحنيف ورد النصاب بالنسبة للذكر بالنسبة للذهب والفضة على الشكل التالي في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج الإنسان إذا ملك عشرين مثقالا أو عشرين دينارا أن يخرج الزكاة وكذا أمر من يملك مئتي درهم من فضة أن يخرج الزكاة هذه القضية وهذه الأوصاف أو الأسماء قديمة الآن في عصرنا تقول له لواحد دينار مسقال بقول لك إيش عبت تحكي أنت بأي لغة تتكلم وين هذا المسقال دينار وينه مسكني ما بعرفه أنا لا أعرفه أول مرة بسمع فيه أو سمعت به لا أعرف عنه شيئا أو درهم فجاء العلماء المعاصرون حماهم الله ورحمهم الله يعني منذ مئة سنة تقريبا إلى الآن تغيرت المقاييس كان عندنا يا أيها الأحبة نحن كمسلمين مقاييس خاصة بنا إسلامية عربية فمثلا في الزهب والفضة في الزهب هناك الدينار أو المسقال في الفضة هناك الدرهم في القياس هناك الزراع لحد الآن أهل الخياطة والأماش ولو الضراع كل هذه في الأطوال كان هناك الميل وكان هناك أشياء أخرى نعم لما جاء الغرب إلى بلادنا نحن المسلمين واحتلوها كل من جاء إلى بلادنا فاحتلها حاولوا أن يغيروا كل شيء عندنا وعلى رأس هذه الأشياء مقاييسنا حتى أول ما غيروا من باب التنبيه تاريخ هنا لأن لما واحد بكتب تاريخ شقد بكتب اليوم 18 عشرة 18 عشرة سنة إيش قال 2024 2024 ما هي التاريخ تاريخنا اليوم مثلا الخامس عشر من شهر ربيع الآخر 1446 هذا تاريخي أنا كمسلم هذا تاريخي كمسلم لا حرج إن أرقته بالتاريخ الآخر لكن هذا تاريخي وهكذا هذه مقاييسي فجاء الغرب فقال امسح كل شيء يتعلق بتاريخك وما كنت عليه وارتبط به يقصد الغرب نفسه فجاء بمقاييس وبتاريخ وبتفصيلات جديدة المهم واقعنا يقول ما عدنا نعرف هذه المقاييس فما هذه المقاييس هنا حصل شيء من الاختلاف جاء العلماء فصاروا يبحثون عن الدرهم الموجود في العصر النبوي الذي أمرنا بأن نخرج منه شقد ميتين درهم من طالع لها زكاة وجاءوا يبحثون عن الدينار الزهبي الموجود في العصر النبوي الدينار أحبابنا هو نفسه المثقال مثقال دينار طيب فجاءوا يبحثون فوجدوا دنانير كثيرة ودراهم كثيرة وكلها مختلفة الوزن وجدوا دينارا سكة في المدينة ودينارا سكة في مكة ودينارا سكة في مصر ودينارا سكة في الشام ودينارا سكة في بغداد وبعضها أكثرها ليس من العصر النبوي وإنما بعده فبناء عليها زانوا هذا وزانوا هذا وزانوا هذا اختلفت الموازين ولم يستطيعوا أن يجزموا بأن أي واحد منها كان في العصر النبوي تماما مئة بالمئة فاشعج عملوه كل واحد مقدار بحثه واجتهاده بعد ما وزن أول مرة وثاني مرة وبحثون 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 قال الدينار يساوي كذا الدينار يساوي كذا فحصل بناء على ذلك اختلاف تمام من أين جاء الاختلاف ما واحد يقول له دول عب اخترهم من عقلهم ما حدا عب اخترهم من عقلهم كلهم بحثون العلماء رحمهم الله يعني العلماء المحققين مو الشلف الشلف أصلحهم الله طيب بناء عليه بناء عليه بعض أهل العلم ظهر معه تبين له من خلال الوزن أن مقدار الدرء الدينار خمس جرامات بتعبير عصرنا كل دينار أو مسقال بوزن خمس جرامات وناس آخرون زانوا فوجدوا أن الدينار أو المسقال يزن أربع جرامات بعضهم زان فوجدوا أن الدينار أو المسقال يزن ثلاث جرامات فاصلة ستين بناء عليه نضرب عشرين بخمسة إذا ضربنا عشرين بخمسة مية فقالوا نصاب الزهب مئة جرام تسمعوا أحيانا بقول لك نصاب الزهب مئة جرام تمام الذي قال بأنه أربع جرامات نضرب كم يكون النتيجة ثمانين الآن هذا هو المشهور بقول لك نصاب الزهب مئينين جرام تمام تمام الرأي الثالث ثلاث جرامات فاصلة ستة ضربوها بيطلع تنين وسبعين جرام طيب سيسأل سائل أيهما نأخذ أنا أتكلم عن يعني ما يقرب من الخطأ خطأ أو ما يقرب من الخطأ بأيهما نأخذ سنأخذ جزما إن شاء الله بالقول الأقل يعني على أين هنا نعتبر نصاب على تنين وسبعين جرام لماذا سيسأل سائل ليش يا أخي لماذا أتقوي رأيك أنا كل هذه الأراء ليست رأيها لست أنا مجتهدا أنا أنقل ما قاله العلماء أهل البحث تماما فلماذا قويت هذا القول وملت إليه أقول يا أيها الأحبة لأن الشرع جعل النصاب النصابة إما عشرين مثقالا أو مئتي درهم في العصر النبوي كان عشرون مثقالا تزن مئتي درهم يعني عشرين دينار ذهبي تساوي ميتين عفوا تساوي ميتين درهم فضي كل دينار ساوي عشر دراهم الدهب من هداك الوقت أغلى من الفضة يعني من قديم الزمان كل دينار أو مثقال بساوي عشر دراهم فعشرين بتساوي ميتين هكذا كان الآن في عصرنا ما عدا هذا الآن الدينار قد يساوي ألفين درهم أو خمسة ألاف درهم تمام الفرق كبير صار الزهب غالي جدا والفضة بقيت لازالت أقرب إلى الرخص يعني فعلى أي ما نعتمد لذلك العلماء المعاصرون قالوا نعتمد على الزهب لأنه بقي مقياسا عالميا إلى هذه اللحظة تسأل العالم كله بقول لك دهب دهب عالمي بتروح أميركا بتروح الصين بتروح البلاد الإسلامية بتروح البلاد الكافرة بقول لك دهب مقياس عالمي أنصد الدهب كويس إذن المقياس المعترف به في العالم كله صار الزهب أما الفضة فصارت ضعيفة بناء علي نأخذ بمقياس الذهب وإلا إن لم نقل كذلك سنأخذ بمقياس الفضة مقياس الفضة مئتا درهم تعدل حوالي خمسمية وست جرامات فضة خمسمية وست جرامات فضة هلا بتساوي يمكن أقل من عشرة بالمية من قيمة نصاب الذهب فإذا قلنا هلا 72 جرام ذهب تحسب يعني حسبنا على 72 ولنفترض أن الجرام بمليون 72 مليون أما على حساب الفضة فتقريبا حوالي 10 ملايين من يملك 10 ملايين علي أن يخرج الزكاة وأنا أسأل الآن أسأل من يملك في هذا العصر في هذا الوقت في يوم الجمعة في هذا التاريخ بعصرنا من يملك عشرة ملايين يعتبر غنيا معظمكم سيقول له الشرع ماذا قال قال وأخبرهم أن الله فرض عليهم في الحديث صحيح صدقة تخرج من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإذا من يخرج الزكاة الأغنياء طبع 10 ملايين ما عادت غناء إذن بأيهما نأخذ بالذهب طيب بالذهب ما دمنا أخذنا بالذهب وتركنا الفضة لا يصح لنا حينها أن نأخذ بأعلى مقياس للذهب أبو الميت جرام بماذا سنأخذ بأقل مقياس لنراعي حق الفقير وإلا لظلمنا الفقير من ناحية تركنا للأخذ بالفضة وتركنا للأخذ بأقل نصاب الذهب بناء عليه فاحفظ مني وأكرر هذا أمر فيه اجتهاد تطلع بتبحث بالنتب بتبحث بتسأل بقول لك 80 بقول لك 100 ستسمع كل هذا أصح ما فيه بناء على نقل العبد الضعيف عن شيوخ كثر مرة أجا واحد وقاتلني أصلحه الله وانفعل علي وقال من أين جئت 72 أنت مخرف قلت له صحيح الحمد لله خرفنا لله الحمد الله يغفر حس في الله وانفعل وغضب وكذا أنا أعرف طيب قلت له تعرف الرأس والعين ايتني بالكتب التي تعرف منها ذهب في اليوم التالي جاء إلي قال لي ما لقيت الكتاب بس هيك بعرف طيب مثل ما يتري لك هذا كلام يا رجل الله يرضى عليك تذهب إلى طبيب فبتقول له أنا بعرف قل لك حل خدهي الأجار الكشفية ونصرف على بيتكم روح على البيت يلا شغل ماي شغلتك ما بتفهم فيه لا تقول لي بعرف وما بعرف ما أقصد أنني أنا العالم اتبه بالله عليك ولكن ما أنقله عن أهل العلم ولست أقل خرافات أو كلاما فاسدا أو كلاما ضعيفا أبحث وأنقل لك يا أخي الكريم سبحان الله إذن ركز معي بالله عليك مقدار نصاب الذهب الذي تحسب عليه ماليتك 72 جرام ذهب تمام الآن بعض الإخوة أيضا يخطئون فيقولون إذا امتلكت 72 جرام ذهب فأخرجوا مما بعدها قال شون يعني عنده 150 جرام ذهب مثال أو مقداره من المال فبحسب من فوق 72 بطالع علي فوق 72 أما 72 مسقطة من أين جئت بهذا الكلام السخيف من أين جئت بهذا الكلام السخيف مجرد أني تمتلك 72 جراما من الذهب تبدأ بإخراج الزكاة عن أول درهم ودينار ومبلغ مالي أو ذهبي ملكته إلى أن تصل إلى المقدار الذي تملكه تمام فهذا هو التنبيه الأول اليوم التنبيه الثاني وهو أيضا خطأ شائع إنسان في عصرنا يمتلك ذهبا فضة أموالا سيولة نقدية يعني مصاري سوري وبين قوسين دولار وغيرها من العمولات يمتلك بيتا للبيع مو بيتا للسكن بيتا يتجر فيه يمتلك بضاعة في محله يتجر فيها يأتي وقت الزكاة ماذا يصنع وهو الخطأ الذي يحصل بين بعض الناس يحسب ما يملكه من الذهب والفضة والسيولة النقدية ويخرج عليها الزكاة طيب أنت عندك أيضا بضائع حسبتها قال لا عندك بيت معدل التجارة أؤكد مو بيت سكن بيت معدل التجارة حسبته قال لا تجمع كل ما تملكه ثم تحسب عليه الزكاة فالذهب والفضة والسيولة بكل أنواعها سورية وغير سورية عملة والأملاك التي تتجر بها قد إنسان يتجر بالعقارات فعنده عشر بيوت عقارية تجارية مو للسكن للمرة العاشرة أقول تجارية عنده سيارات تجارية بعض الناس يتجر شغلته السيارات فهذه كلها تحسب وتضم إلى بعضها يقدر بيت حقه مئة مليون والبضائع حقه خمسمائة مليون وعندي سيولة سيولة نقدية تلاتمائة مليون وعندي دهب وفضة بنحسبه أربعمائة مليون بجمع الكل وبخرج على الجميع وليس على صنف واحد أيضا مرة فتضم جميع أصناف المال التي تملكها مع عدل حاجات الأصلية ليه بيت السكن السيارة الخاصة التي تركبها الدكان أو المعمل الذي تشتغل فيه والآلات هذه تخرج لا يخرج عليها زكاة يعني لا يدفع عنها الباقي يحسب كله ويجمع ثم تخرج عنه الزكاة فهتاني مسألتان من مسائل الزكاة دائما لا أريد أن أكثف حتى نحفظ المعلومات رزقنا الله وإياكم الفقه والعمل بأحكام الشرع والحمد لله رب العالمين